فيديو البنت اللي من كولومبيا اللي كل الناس بجد بتدور عليه يا جماعة دلوقتي في فيديو يعني بيتقال ان هو منتشر جدا انا لحد دلوقتي عشان اكون صريح جدا معاكم انا لحد دلوقتي ما شفتهوش انا صريح جدا في بداية الفيديو عشان الناس ما تزعلش وتقول فين الفيديو انا هوضح لكم اللي حصل بالتفصيل الحقيقي بما يرضى الله بعيدا عن الكذب وبعيدا عن الشائعات وبعيدا عن اي حاجة تقالد غلط على السوشال ميديا يا جماعة في فيديو انتشر بيتقال يعني ان هو انتشر بشكل كبير من بنت زي ما واضح كده قدام حضراتكم يعني اتضربت وتسحلت ويعني كان هيتم اختصابها ولكن اتقتلت والدبحت وللأسف العصابة اللي كانت بتقتلها ما اكتر من حد على فكرة مش حد واحد اكتر من حد بيتقال ان هو من عائلتها وصوروها وزي ما واضح كده قدام حضراتكم بيتقال انا مش بأكد على اي حاجة عشان نكون صريح ان الاخبار حرفيا لحد الوقت جير مؤكدة ولكن دي الاخبار الراجحة او الغالبة هي اللي شبه مؤكدة اللي فيها يعني تأكيد كبير ولكن برضو ما نأكدش عليها لان ممكن يكون فيها حاجات غلط البنت من كلهم لها عندها 17 سنة البنت اتخطفت من اسرتها واللي بتقال يعني اللي خطفها ده حد من اسرتها وللأسف اتصورت ودروت وتسحلت وتم قطع رقابتها للأسف ان شاء الله يكون في خير الفيديوهات اللي جاية وعرفكم تفاصيل اكتر عن الخبر ده حبيت عرفكم اول باول علشان طبعا عارف ان الفيديو مجد صعب والناس كلها عايزة تشوفو باذن الله يكون متابع معاكم الاخبار اول باول اتمنى اللايك عشان الفيديو اللي جاي اللي هتكلم فيه عنه بكل مصداقية عن الخبر ده يعني بكل مصداقية يوصل لكم اول باول اتمنى اشتراك في القناة لو حبي انت تابعوا الخبر ده او القضية دي اتمنى مرضو منكم تسيبونا رأيكم تحت وتقولونا لو في جديد عن القضية دي شكوركم جدا كان معكم يسوف سعيد في رعاية الله